رغم وضوح قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية إلا أن عددا من المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تقدم المعونات والدعم المدين للانقلابيين تحت عنوين المساعدة الإنسانية للسكان ويذهب هذا الدعم في الغالب لتمويل عمليات الحوثيين العسكرية وهجماتهم التي يدفع المدنيون ثمنها على امتداد الأراضي اليمنية ومن ذلك زرع ما يزيد عن خمسين ألف لغم أرضي على طول الحدود اليمنية السعودية يبدو أن مفهوم الحق والباطل التبس عند بعض لجان الأمم المتحدة لجنة في المنظمة الدولية تقدم أربعة عشر مليون دولار إلى ما تسمى وزارة التعليم في حكومة الانقلابيين في اليمن إزاء هذه الخطوة أكدت المملكة العربية السعودية أن هذا التمويل خرق واضح من الأمم المتحدة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 الذي يشدد على أن الحكومة الشرعية اليمنية هي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا المندوب السعودي في الأمم المتحدة قدم عدة حقائق من واقع المشهد اليمني تثبت خطأ ما قامت به الأمم المتحدة ومنها أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية اليمنية وهذه الميليشيات أيضا قامت بزرع عشرات الألاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الأهلة بالسكان كما قامت بزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية وبناء على ذلك فإن الرياض ترى أن عملية دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله وطالبت بإعادة النظر فيه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني انتقد استمرار الأمم المتحدة في الاعتماد على منظمات وأفراد تابعين لميليشيات للحصول على المعلومات وهو ما يؤدي إلى تضليل الرأي العام العالمي كما أن هذه الخطوة من جانب الأمم المتحدة تتجهل بشكل واضح الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح ويحذر مراقبون من قيام الانقلابيين بتوظيف الدعم المقدم من الأمم المتحدة ليس في إزالة الألغام بل الاستمرار في صناعتها بما يهدد حياة الملايين ومعنا من الرياض البحث السياسي منع المطري أهلا بك وثمان عبر سكاينيوز عربية عشرات المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تمول من المرجعية الدولية الأعلى اليوم تدعم الانقلابيين هذه المساعدات التي تتحول إلى أسلحة وإلى ألغام تقتل الشعب اليمني هل المسألة هي مسألة فساد أو تطويع لهذه المنظمات رشاوة تدفع للعملين في اليمن هذا التحول وهذا الانزلاق الكبير في أتون الفتنة لمنظمة دولية أنا أعتقد أن المسألة ليست بالبساطة أن يتم إيقاع الأمم المتحدة في خطأ كهذا أن تقوم بإمداد ميليشيات قامت بزرع عشرات الآلاف من الألغام بمبالغ مالية لأن تقوم بنجع هذه الألغام أنا أعتقد أن هناك موظفين في الأمم المتحدة يقتاتون من استمرار الأزمات إنهاء الحرب في اليمن والوصول إلى سلام وإنهاء هذا الانقلاب سيؤدي إلى اختفاء الأزماء القائمة وبالتالي اختفاء كثير من الوظائف التي يعمل بها كثير من موظفين الأمم المتحدة وبالتالي هم يريدون استمرار الأزمة لا نعتقد أنه توجه عام من الأمم المتحدة ولكن هناك موظفون يعملون أو يقومون بأدوار مشبوهة تساعد على استمرار الأزمات وتحقق لهم منافع شخصية على حساب شعوب بأكملها تتضرر من استمرار هذه العروب ولكن لا تملك الأول المتحدة بيانات واضحة بشأن حجم هذه المنظمات والأرقام التي يتم تمريرها عبر هذه المنظمات هل فعلا ولك دول مستفيدة من هذه المنظمات وهي التي تمول هذه الحرب لقتل الشعب اليمني والاستخدام الحوثيين كأدات للقتل والجرائم المرتكبة أنا أعتقد أن منضبط المتحدة بحجبها الكبير وبالوكالات التابعة لها والمنظمات المرتبطة بها بشكل مباشر أصبحت أشبه بحكومة عالمية كبرى وبالتالي فهي من الضخامة لدرجة يسهل اختلاقها من قبل بعض الدول التي لها أجندات تسعى لتحقيقها من خلال استخدام تأثيرها داخل المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة والمنظمات التي تعمل في المجال الإنساني لاحظنا على سبيل المثال أثناء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان كان هناك لوبي كبير يتبع النظام الإيراني والنظام القطري أيضا سعى للتأثير عن دول أوروبية من أجل فرض قرار لتشكيل لجنة التحقيق النولية في اليمن بهدف إبطال مفعول قرار 22-16 وهذا التأثير يأتي من خلال لوبي موجود داخل هذه المنظمات يعمل لصالح أجندات إقليمية لكن أنا أعتقد أن الجهد الذي يبذل من الأمم المتحدة رغم كل مسائه هو لازال جهد إيجابي لنحن فقط نقدم احتجاج على بعض الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى استمرار طول هذه الحرب ونطالب الأمم المتحدة بأن تكون أجهزتها الرقابية فاعلة على هذه المنظمات حتى لا تقع في أخطاء كارثية التي وقعت فيها عندما قابت بتمويل الانقلابين بـ 14 مليون دولار لنزع الألغاب التي قابوا بزراعتها ولكن كيف يمكن الأمم المتحدة التي تدرج الحوثيين والانقلابيين وأنصار صالح على القائمة السوداء هم من يقومون بقتل الأطفال وتدمير المدن فيما هذه المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمتواجدة في صنعاء تنحاز إلى مع الجلاد ضد الضحية الحكومة اليمنية طالبت الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها المتواجدة في صنعاء بأن تنتقل إلى عدن وأن تمارس عملها من عدن وفقا حتى لاتفاقية بينا للتبادل الدبلوماسي أن تلتزم الجعاثات التي تقدم إلى أي بلد بخيارات الدولة في المكان التي تتيح لها بالتواجد فيه أعتقد أن هذا الآمن سيدفع الحكومة اليمنية لمزيدا من التصعيد في أروقت الأمم المتحدة لمطالبتها بنقل كفة بقاراتها إلى العاصمة حتى نضمن عدم تأثير الإنقلابيين على أداء هذه المنظمات وتسييرها لما يخدم الأجندة الإنقلابية ولما يخدم استمدار الحرب نحن نريد أن يتحقق السلام في أسرع وقت وبالتالي لا بد أن تتعاون الأمم المتحدة مع الطرفة التي يجد السلام أكثر من تعاونها مع الميليشيات التي تدر على ألغام وتقتل الأطفال ولكن مع فقدان الثقة أو سقوط هذه الثقة بين المواطن اليمني المدني اليمني المخاصر في مناطق الإنقلابيين والأمم المتحدة من يحمي حق هؤلاء من يوصل المساعدات إليهم إلى هذه المناطق المخاصرة مع غياب أي دور فعلي لحمايتهم من قبل المنظمات الدولية الحكومة اليمنية هي ملتزمة بواجبها الدستوري في حماية المواطنين ولهذا هي ترى أن هذه الحرب فرضت عليها وتخوضها من أجل اتفاع عن المواطنين وكذلك التحالف العربي عندما أتى لإسناد الحكومة هو أتى من أجل إسناد واتفاع عن حقوق المواطنين عندما يصبح دولة المنظمات سلبيا قد تعلن الحكومة اليمنية أن هذه المنظمات المتواجدة في صنعها غير مرغوب فيها في التواجد في الأراضي اليمنية وبالتالي تصبح منظمات غير شرعية ولا يحق لها وفق القانون الدولي استمرار في العمل داخل الأراضي اليمنية البحث السياسي من المطرق تمعنا من العاصمة السعودية الرياض شكرا جزيلا لك